عن معبد فيالة اللي فيه نهاردة الإفطار اللي بتحت رعاية طبعا استيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي في أسوان للوفود الأفريقة المشاركة في الملتقى العربي الأفريقي سايزين نعرف أكتر بقى عن هذا المعبد اللي شاهد على كتير جدا من قصص الحب على مور التاريخ أشهرها يمكن إزيس وأزوريس وأيضا شاهد على كتير من الحضارات والثقافات المتعقبة والمختلفة اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي الكريم دكتور بسام الشماع الخبير الأثري وعضو الجامعات التاريخية أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك سعيدة قوي أن أحناك معنا النهاردة سنعرف أكتر عن المعبد بس في البداية عايزة أعرف هو اسمه معبد فيالة ولا فيالة لأنه داليا كانت بتشير لأنه اسم احنا بنقوله غلط لا هو الاتنين مظبوط في بعض التصحيحات بالنسبة للتسميات لكن الاسمه كمان فيه نظرية بتقوله أنه هو في الأصل فيالة أو فيلي ومنخش في معنا له علاقة بالحد يعني حد كنت بتكلمي على الجنوب العظيم الذي علم العالم وأنا ما زلت مصري يعني أفريقيا علمة العالم جنوب مصر علم العالم مصر كلها علمة العالم أسوان بالذات هي السين هي السوان هذه التسميات وأصولها لا علاقة بالاقتصاد لا علاقة بالتجارة لا علاقة بالعلاقات التجارية هي كلمة ليها علاقة بكده تجارة في اللغة الإنجليزية قالوها كده يعني تعمل تجارة تعمل أعمال تجارية كان هناك فيه أسوان وما زالت الجزيرتين المشهورتين جدا جزيرة النباتات اللي حضراتكم عملتوا عليها تقرير تحفة مشكركوا عليه وفيه جزيرة إليفنتين إليفنتينيوس وده لأن السخور كانت تشبه ظهر الأفيال فحتى أليفنت بالإنجليزي أي فيل وعلى هذه الجزيرة وقبل ما أكلمكم على فيلها كان على هذه الجزيرة يوجد سوق لبيع العاج لأن العاج بيجي من سن العاج أو سن الفيل وكان المصريين بيستخدموا العاج لإيه؟ واحد الأمشاط المشط سرح بيشعرنا إحنا الناس اللي من ألاف السنين مشطت شعرها ونظفته وكانت هذه الأمشاط معمولة بسنون قريبة من بعض تشبه الفلاية وسنون بعيدة عن بعض ودي اللي بيستخدموها دلوقتي وبيقولوا نعمل أفرو ومش نعمل أفرو ونعمل شعرنا كذا نفس القصة أيضا استخدموها ده قطرة الأسنان في مصر القديمة يجيبوا العاج من الأفيال من الجنوب العظيم سن العاج ياخدوا سن العاج ويقطعوه ويعملوا منه سنة ويحطوها بدل السنة الاستعادة بدل السنة اللي وقعت لأن أنت أول دكتور سنان في الدنيا حسي رع الطب دي كمان كان متطور 4000 سنوية فندم كان عندك حسي رع روح المتحف المصري في التحرير هتلاقوا حسي رع فدي من أهميات أسوان أيضا أسوان 100 كيلو والجنوب العظيم والنوب العظيمة والشخصية النوبية العظيمة 100 كيلو غرب أبو سنبل اكتشفوا في القرن الماضي اكتشاف قالوا عليه أول ساعة وأول تقويم وأول بصلة للاتجاهات في العالم فإذا عندما أقول أن الجنوب المصري علم العالم أنا ما ببلغش والدلائل موجودة عند الأجنبي وموجودة عندنا احنا كمان علشان نقول لكن بالنسبة لفيلة ودي مهمة جدا إيه سر التسمية بقى أولا إحنا بنتكلم على الحد بنتكلم على الجنوب وبنتكلم على أن الحدود بتختلف يا جماعة على مر الأزمنة يعني أنا ممكن أقولك مثلا إيه واحد يقول لي مثلا إيه طب مملكة النوبة بدأت فين وانتهت فين حدوديا بتختلف باختلاف التواريخ لكن هنا ممكن أقول عامة أنت بتكلمي على الجندل أو الشلال الأول دلوقتي فيه حاجة اسمها عظيمة في أسوان الخزان أو السد القديم أو سد أسوان القديم العظيم اللي الناس دلوقتي كل الناس هتستخدمه والمؤتمر استخدمه لازم حيكون استخدمه لأنه هو ده اللي بياخدك من الغرب للشرق في أسوان هناك فيه جندل فيه عبارة عن أحجار في نهر النيل طبيعية فيبقى الشلال الأول الجندل الأول التاني التالث لغاية السادس شمال الخرطوم فممكن تقدروا تقولي هنا الحضرات كانت مش بعيدة عن الكلام نرجع مرجوعنا الفيلة فيلة المكان اللي حضراتكم شايفين عليه المعبد الآن هو مش مكانه الأصلي مكانه الأصلي اتنقل اتنقل اتقطع حوالي خمسة واربعين ألف قطعة حجر اتقطعت وتأرشفت وترقامت عشان تتنقل بنفس الترتيب وتم افتلتها حوالي 980 عشان يبقى بنفس الترتيب وأنا بقول لحضرتك أيضا كمرشد سياحي شرحت المعبد ده كتير في حياتي وما زلت كل حجرة موجودة في المعبد ده زي ما كانت عليه لكن كان فيه فترة معابد فيلة وديه النصيحة الأولى والاقتراح الأول اللي حاقتراح على وزارة تربية والتعليم والثقافة بتاعتنا العظيمة ان هم يبدأوا يكتبوا معابد فيلة مش معابد فيلة مش معابد فيلة يعني يزعل مننا يعني معابد ده احنا كذا حد يعني نمرة واحد نمرة اتنين هو مش واحد اللي بناه هو أكتر من حاكم جاه على جزيرة كلهم من الفرعونية يا دكتور؟ تدينا مثلا عندنا من قدم مثلا الملك طهاركة ده ملك نوبي رهيب وله تأثير في التاريخ وله هرم بالمناسبة كمان في السودان طهاركة الأسرة الخمسة وعشرين تعبد لإزيز في المنطقة دي عندنا الأسرة التلاتين عندنا الملك نقتنبو اسمعوا دي مصريين نقتنبو تتخيل ده واحد من يعني انت قولي لي رمسيس التاني ونقتنبو بقولك الاتنين بالأهمية الاتنين في نفس الأهمية طيب يا دكتور احنا معينا صور لبعض اللوحات الجدارية اللي بيحتوي عليها هذا المعبد أو المعابد معابد سيئلة اعتقد ان هي بتعبر اهو بتعبر عن تعقب الحضارات على هذا المعبد طالما حضرتك مثلا قلت الحضارات يبقى المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده أنا اخترته لكم من البر الغربي لأسوان حضرتك وانت على الكورنيش في الشرق وتتفسحها لنهر النيل الناحية التانية حتلاقي تل وفوق التل حتلاقي قبة قبة الهوى وتحتها حتلاقي مقابر منحوطة من ضمن المقابر المنحوطة واحد اسمه حر خف وده أنا عايز الرجل ده من كده وانا عايز الرجل ده ان شاء الله في المؤتمر والمؤتمرات اللي جاه في أسوان يبقى هو اللوجو بتاع المؤتمر هذا هو النوبي العظيم بيعبر ايه اه بيعبر ليه حر خوف انا اخترته من كل وده مش ملك حر خوف كان له ألقاب عديدة مش ملك ومش ملك من العامة من العامة لكن وصل الى مراتب عالية جدا الرجل ده وصل بقى أمير أسوان بقى The Prince of Aswan أطلقت عليه كلير لالويت العالمة الشهيرة المبجلة أطلقت عليه مكتشف إفريقي حر خوف يا مصريين ويا ينوبيين يا مصريين وكلنا مصريين هو أول من اكتشف إفريقيا قبل الليفينستون وقبل الإنجليز والبريطانيين وأوروبا بآلاف السنين وكتب هذا على مقبرته والنصوص موجودة بالأسماء كل الألقاب كوم وحر خوف من ضمن الألقاب بتاعته سريعا هو رئيس المترجمين النهاردة انت بتحضري مؤتمر بتلاقي الناس حتى في ودنها السماعات عشان الترجمة من أربع تلاف سنوي كان عندك رئيس مترجمين يترجم لغات إفريقيا ايه الجمال ده عمرك شفت حضارة أحلى من كده لا نيجي بقى على الصورة دي حضراتكم وانتوا في أسوان أو لما تيجوا تزوروا أسوان روحوا مطحف النوبة وادعوا لي ادعوا لأخوكم بسام هتشوفوا حتة مطحف وكم عرض بشكل راقي بعلم المتاحف في الحديقة دي عبارة عن إيه يعني أحجار في الحديقة بقى هتلاقوا دي دي اللي اكتشفت مئة كيلو غرب أبو سنبل وجابوها المتحف الأحجار اللي حضراتكم شايفينها دي قطرها أربع متر يعني احنا بنكلم على أحجار طولها ما يجيبش دراعي يبقى أنا ما بتكلمش هنا عن إيه عن حاجات ضخمة لكن لو بصتي حضرتك هتلاقي الأحجار اللي وقفة اللي هي أطول من الأحجار اللي نايمة عاملة خط لو انت شديت خط كده من الحجارين اللي قدامنا دور طريقة الفوق حتلاقي إيه بوابات 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 ومن الشمال حتلاقي بوابات بوابات رايحة أيمين لقوا واكتشفهم أن هذه بصلة للاتجاهات من آلاف السنين ولقوا اديدية بتعمل تقويم بتحسب تقويم العام وبعض العلماء أرجعها إلى 11 ألف عام يعني قبل توحيد القطرين وقبل ابتكار الهيروغليف يا دي كانوا بيقدر يعرفوا منها التاريخ والساعة والاتجاه والتقويم وشمال جنوب وإمتى الشمس هتطلع فين في السماء في أول يوم في فصل الصيف لأن أول يوم في فصل الصيف أول يوم في فصل المطر ده محتاج حلقات ده يا دكتور بزبط كده طب أنا عايزة أروح شو بصورة اللي بعدها لو تسمعها عشان فيه حاجة حلوة دي المسلة الغير مكتملة ما بحبش أسميها التسمية المشهورة المسلة الناقصة دي مسلة يا جماعة في أسوان تروحوا تزوروها إن شاء الله خلاص ألف مية تمانية وستين طن مرة نقول الرقم تاني وزنها المسلة دي لو كانت اكتملت ووقفت ألف مية تمانية وستين طن مش كيلو لو شفنا الصورة الأخيرة أهم وحدة في معابد فعلة من وجهة نظري يوم أربع في صورة كده أخيرة يا ريت تجيبوها منظر كده هيروغلي آخر هيروغليفي اتأشكرك دي يا جماعة اللي انتو بتبصوا عليها دي دي لو ما بتدخلكوش عشرين مليون سايح في السنة ما فهمش أنا حاجة في السياحة دي لط دي بس يا وزيرة السياحة لو تسمحي سوقي دي في وقت من دنيا كلها تتكلم على أسوان ليه دي موجودة في معابد فيها له في حتة اسمها بوابة هدريان هدريان دا إمبراطور روماني تسيبك من دي النص ده عرفوا العلماء اتكتب إمتى باليوم والسنة فتلع 24 أغسطس 394 من لدي وبالتالي بطالب وزارة السياح 24 أغسطس من كل سنة فكروا الدنيا باحتفالية كبيرة زي تعامل شمس تعبو سنبل آخر هيروغليفة نحت على الجدران حقيقة داكتور يعني الكلام عن الأثار المصرية الفرعونية القديمة مثير جدا ومهم جدا فإحنا إن شاء الله يعني هيكون لنا لقاءات تانية مع حضرتك كمان كنا النهار دا عايزين نتكلم عن معبة فيلة والغرف والصلاة اللي فيه الأعمدة سبع أعمدة بترمز ليه لكن للأسف في الوقت داية لكن على وعد إن شاء الله للاستاذ المشاهدين كمان إنه دكتور بسام الشماعة يكون معانا في حلقات تانية كتير هنتكلم باستفادة أكتر وبتفاصيل أكتر عن كل الأثار الفرعونية اللي يمكن كتير مننا ما يعرفش عنها تفاصيل كتير بشكر حريك شكرا جزيلا دكتور بسام الشماعة الخبير الأثري وعضو الجامعية التاريخية وبشكر حضرتكم مشاهدينا لكن ما ينفعش يبقى معانا دكتور بسام الشماعة وما نختمش ختام غير عادي النهار دا أنا عايز حريك تبص الكاميرا وتختم باللغة الهيروغليفية القديمة طيب بمناسبة اللي بيحصل في أسوان وإن شاء الله يتكرر كل يوم وكل شهر وكل سنة أحب أقولكم نب رمبت حرشن حتب ترجمة دا بسرعة بسرعة نب كل رمبت عام سنة وحرشن انتم حتب في سعادة وفي سلام وفي رضا بشكرك جدا يا دكتور مرة تاني أو بشكر حضراتكو ونشوفكو بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من تمانية صبح ابدأ يومك صحة من أول يوم لينا في مساء دي وإحنا نب كنت دا بقى وسط أهلنا وانسنا من نشوفكو بسم ناعد كل القضايا نحول نحل كل المشاكل اللي بتيوصلينا في برناس أحسن سمعيكم والوجع من ناحيكم للمصر من شرقها من غربها ата مزيعة تنزل جواب الناس بلبنا بلد له التاريخ كل قيمة توضع في مكانها الأخير زعلنا كتير بس فرحنا أكثر إن شاء الله يا رب دايما نتقابل في العجلة أنا لو بيشوف